بنصبح لحظاتكم مرة تانية ودلوقتي يجي معدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا البرتغالي فريرا المدير الفني للزمالك عمل جلسة مع اللعيبة على ملعب عبداللطيفة برجيلا علشان يستعيدوا بشكل جيد لموراد بيرامدز اللي تتلاعب بكرة في الدورية فريرا كان حريص على تحفيز اللعيبة خلال الجلسة اللي سبقت التدريب وأكد لهم أهمية الفوز في مواجهة بيرامدز محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق النادي زمالك انتظم في التدريب الجماعي اللي تلاعب مبارح على ملعب عبداللطيف برجيلا وكان استعدادا لمباراة بيرامدز وشارك شيكابالا في التدريب الجماعي بعد خضوعه لفترة تأهيلية في صالة الجمانيزيون نجمنا المصري محمد صلاح لعب ليفربول إنجليزي قدر يقود فريقه للتتويج بلقب بطولة الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في المواجهة القوية اللي تلاعبت على ملعب كينج باور وده كان في افتتاح الموسم الجديد بإنجلترا أول أهداف الليفر سجلها أليكساندر ألنورد فيه من صناعة محمد صلاح في الدقيقة الـ 21 من المباراة ونجح الوافد الجديد جولين ألفرس في تسجيل هدف التعادل للسيتي في الدقيقة السبعين وبعد كده رجع وسجل النجم المصري محمد صلاح تاني أهداف فريق ليفربول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 83 والهدف التالت سجله داروين نونز في الدقيقة الأخيرة من المباراة تم تتويج فريق تربزون سبور المحترف فيه النجم المصري محمود حسن تريزيجي بلقب كأس السوبر التوركي بعد فوزه الكبير على فريق سيفاز سبور بنتيجة 4-0 في المباراة لجمعة الفرقتين على الملعب الأولمبي أتا تورك وشركة تريزيجي بشكل أساسي في المباراة وظهر بمستوى جيد والحد ما تم استبداله في الدقيقة 73 من اللقاء وبكده خلصت جولتنا الرياضية هرجع مارة تانية الأحمد وجمانة علشان نكمل معكم فقرات صباحا خير يا مصر ديان شكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا